مساء الخير جيسيكا اللي الشرف اطلع معي 3 مرة تانية بفورتي بحضور عظيم واخر من بلدي السير رفيق علي احمد استاذ رفيق عاملك سير لانه انا متابعت من الوقت كنت بالمدرسة بالمسرح بالسينما وبالتلفزيون وبعدين بالجامعة ولكن لما التقيت في شخصي بمسرح منو بتذكر شفت قدامي هالة شون كونري كاريزمة عظيمة وهي دي من عند الله وهي دي ما فيه ولا دكتور التجميل فيه حتى بحده ولا مدرسة تمثيل فيها تعلمه لأي انسان هاي من عند الله فسر رفيق علي احمد لما اعرفتم رح عامل هذه الرسالة انا كنت بي اتنا ووراي الاكروبوليس واتنا هي ارض سكراط السؤالي لقلك وبعتقد نحن حكين بالموضوع من قبل وفهمان علي شو عم قلك تماما قداب يشبهك سكراط وحضرتك يلي العدد شخصية سكراط باخر ايام سكراط كل الحب لقلك تحياتي لقلك تحياتي لكم الممثل سعيد سرحان هالموهبة اللي سطعت بلبنان سعيد سرحان ضوى نجمه اه اذا كان فيه اذا كان فيه كومة خردة شي مكبوب مدري شو وانتو ماشي شفت شي عم يلمع وجيت اخد هاللي عم يلمع لقيتها جوهرة هالجوهرة اذا كانت مرمية بالخردة بتقل امتها ما بتقل امتها هايدي جوهرة وان محطيتها بتضل امتها هلا بالشغل ان كان مسرح او سينما او كذا بالشغل بيبين جوهرة سعيد سرحان جوهرة اليوم بالزبط فانا يعني هو معجب فيه وعطاني لقب سير بتشكرك شو يعني سير يا سعيد شوف يشبهك سكراط سكراط يعني كزانتيبة بقولولها كزانتيبة صار يتحكي متل جو ذك سكراط قال ذك كزانتيبة ما انا كل يوم بنظف له تيابو بيعلق علي شوي من غبرة أفكاره ها فوقت اللي بتلعب شخصية بيعلق عليك شوي من غبرة أفكاره السؤال رقم 28 اخترتك مجلة اكسبرس كواحد من ميد شخصية بحركوا لبنان بس هل فعليا انا قدرت حركة لبنان ام تشلت به المهمة مجلة الاكسبرس الفرنسية لقيت فيه كمان مجلة تايم اوت قالت رفيق علي أحمد من الاربعين اللي بيعملوا مدينة بيروت حلوة مش حلوة جميلة مدرجة اوكي هيدا شي بيسعدني وبيفرحني وكنت متوهم انه ايه أنا هيك لأنه أنا وقت كنت اخلص عرض تجي سيدة مش من الغربية ولا من الاسلام عم بارد بمونو فتقلي انه انت جاي لانه على البيت وإيه خطأت الاخبار من بيتنا حتى حطيتها على المسرح عن الولاد والعيلة إلا هلأ هوا من بيت لأنه نحنا اللبنانية بنشبه بعضنا يعني مع انه في ناس بيحكوا فرنساوي أحسن من الناس وناس بيلبسوا أحسن من الناس بس انه المواطن اللبناني هو المواطن اللبناني وجدانه ذاته دمه ذاته حياته ذاته واللبني والزعتر والكشق والما بعرف شو والأوارمة الصبح كلنا عايشين نفس الحياة بس إذا بعد هذه التجربة بعد ما قالت إليه الحال أو ما وصلونا من حالة سياسية ايه وصلت ديوم من القيام وقفت على المسرح وقعت انه أنا رجلون لا الناس عم تتفرج علي انا مش ممثل انا مش فاعل بالمجتمع انا تحولت الى مهرج والمواطن اللبناني صار بديو يجي على المسرح لك بتكوني عم تبكي ومنزلي دمعة عم تعملي تراجدي هو صار يفهم او حولولو انه المسرح تضحك وهو بيدفع مصاري ليجي على المسرح ليضحك فحسيت انه أنا تعطى لدوري فرفعت ايدي واستسلامت